بيتكلم فيلم النهاردة عن لاعب السلة المشهور لبراون جامس أو براون اللي بيظهر في البداية هو طفل زعلان من مامته اللي بتاعتزر له علشان مش هتقدر تبقى موجودة في مباراة السلة بتاعته وبتقوله انه مديرها في الشغل مش رادي يسمح لها تخرج بدري وبيجهز براون للموتش وبيقابل صاحبه اللي اسمه مالك اللي بيديره لعبة فيديو هداية بعد ما والده اشتري له واحدة أكدد منها وبينشغل براون في اللعبة وبيفضل المدري بينده عليه وهو مش واخد باله لحد ما بيجي له وبيزعق له وبياخد منه اللعبة بيأمره يدخل الموتش وبيتكلم المدرب مع براون بعد ما خسره المباراة وبيقوله انه مش ميتدايق بسبب الخسارة لكن زعلان لان براون مقدمش أحسن حاجة عنده وما كانش مركز في الموتش وبيقوله المدرب انه من أحسن الناس اللي دربها وعنده موهبة مش هتتكرر إلا مرة واحدة في جيله ده لو ركز طبعا وما تشتتش بالألعاب بتاعت الفيديو وبيقوله انه عنده فرصة لاستخدام كرة السلة علشان يغير حياته وحياة مامته حياة أي حد مهمة عنده فبيقتنع براون بكلام مدربه وبيرمي اللعبة في الزبالة وبيتحول لأشهر لاعب كرة سلة في تاريخ أمريكا وتاريخ اللعبة كلها وبعد مرور السنين بيدخل براون على أولاده وبيلاقي واحد فيهم اللي اسمه دام بيعمل حركة غلط وهو بيلعب فبيصحح له الطريقة اللي لعب بيها وبيفهمه يعملها ازاي وبيقوله لازم يركز ويسيب ألعاب الفيديو علشان دي هتضيعه وبيبدأ يمرن فيه وبيطلب من ابنه التاني داريوس ووري الطريقة الصحة في رمي الكرة من بعيد وبعد كده بيطلب من دوم انه يركز في تمرينه علشان عنده معسكر في نهاية الاسبوع وبالطريقة دي هيتهزم بتدخل مرات براون تطلب منه يسيبه اللعبة ويدخله للعشرة وقبل ما بينامه بتتكلم رود براون معاه عن دوم وبتقوله انها قلقانة علشان بيضغط عليه زيادة وبيتكلمش معاه غير عن كرة السلة رغم انه عمل لعبة فيديو وهو ماكملش 12 سنة وده انجاز حقيقي وبتقوله ان ابنه محتاج اب اكتر من احتياجه المدرب وجوه استوديوهات وارنر بروز المشهورة لانتاج الافلام وتصويرها بيتم تحديث تقنية جديدة عن طريق الزكاء الاصطناعي واختيار لبرون جيمس لتطبيقها بسبب شعبيته الكبيرة ونجاحه الصحخ على المستوى العملي والشخصي وبيشرح الزكاء الاستنوعي اللي كان على شكل شخص الروبط المساعد بتاعه اللي اسمه بيت الفكرة بتاعته في دمج التقنية مع شهرة براون علشان يقدر ينجح وياخد التأدير المناسب والاحترام اللي يستحق وبيدخل براون على دوم بيلاقيه قاعد شغالها لعبته الالكترونية وبيسأله براون عن طريق التشغيلها وبيفرجوا دوم عليها وهو متحمس وبيقرر براون يلعب معاه لحد ما اللعبة بتقفل وحدها وبيتضيق دوم اللي هيتطر يشتغل عليها من جديد لمدة اسبوع علشان يصلح وبيحاول والده يرفع عنه فبيقوله انه هيظهر مع شركة وارنر بروز وهيتكلم عن الافلام ذات التقنية العالية وممكن ياخده معاه وبينبهر دوم لما بيروح لاجتماع مع والده وبيعرف من العرض التوضيحي ان التقنية الجديدة هتسمح للشخص انه يندمج مع الفيلم ويعيش اجوائه ومع ذلك بيرفض براون العرض بتاع الشركة وبيقوله انه ما يقدرش يبعد عن اللعبة ويهتم بحاجة تانية زي التمثيل لكن صديقه مالك بيحاول يخليه يعيد نظر بس براون بيصامم على الرفض وبيقول انه صاحب الفكرة دي غابي على العكس من دوم اللي بيدفع عنه وبيتضايق للزكاء الاصطناعي من رأي براون فيه لكن بينبهر هو وكل الحضور من كلام دوم عن الخوارزمية وبيقولهم انه بيبني لعبته الخاصة وهيروح مهرجان الالعاب الالكترونية لكن براون بيوقفه وبيقوله انه معسكر السلة اهم بس ابنه بيفجقه بقرر انه مش هيروح وبيتخانق دوم مع والده في الأسانسير علشان بيجبره يلعب سلة حد ما هيكرهه فيها ومش بيسيبه يشوفه الحاجة اللي بيحبه وبيوصل الأسانسير بيهم للدور اللي فيه الزكاء الاصطناعي المشروع الجديد لورنر بروز وبيتفتح الباب لدوم اللي بينبهر بالمكان وفجأة بيدخل مع والده جوا كمبيوتر وبيتم ترقيمهم وبيشوفوا العالم الافتراضي وبيتخض براون مع العكس من دوم ابنه اللي كان موهوم بالمكان وبيظهر الزكاء الاصطناعي وبيرحب بيهم وبيقولهم ان اسمه الجي وبيعرفهم انهم دخلوا جوا الخادم الخاص باجهزة وورنر بروز بيختفي دوم وبيطلب براون من الجي رجع له ابنه فبيوافق بس بشرط يلعب معه مباراة يشوفها العالم كله ولم رفض فكرته الأولى ووقتها الجي هيحقق حلمه ويبقى مشهور وبراون يرجع له ابنه في حالة انه فاز لكن لو خسر هيفضله محبوسين جوا الخادم وفجأة بيؤمر الجي المساعد بتاعه ياخد براون للمكان اللي المفروض يكون فيه وبيلاقي براون نفسه في عالم كارتون لونيتونز ويتحول لشخصية كارتونية زيهم وبيحاول يدور براون على اي حد في المكان حد ما بيقابل باكز باني الارنب المشهور اللي بياخده في عربية وبيرميه من فوق الكبري وبعدها بياخده يحلق له دقنه وبيسأله ايه اللي جابه لعالم الكارتون فبيحكي له براون اللي حصل معه وبيعرف من باكز باني ان ال جي اقنع شخصيات عالم لونيتونز يسيب المكان وتروحه ورا الفلوس وفضل هو الواحده في المدينة لانه رفض يعمل زيهم وبيطلب براون من باكز ينضم لي ويعمله فريق ويلعبه موتش ضد ال جي وفجأة بيظهر شخصية كارتونية اسمها مورفن او مورفن المريخي وبينبهر براون لما بيشوفه وبيسرق باكز باني سفينة الفضاء بتاعة مورفن بياخد معاه براون وبيطير بيها بعيد في الوقت ده كان دوم قاعد مع ال جي وبيسأل عن والده فبيقول له ال جي انه راح يجمع فريق يلعب بيه مباراة سلة وما يشغلش باله بوالده كتير ويركز معاه لانه لما بيسأل دوم عن الشخص اللي بنا الصرح المهول ده بيقول له ال جي انه هو صاحب الفكرة وهو اللي عمل كل حاجة وبيعبر عن اعجابه بدومه موهبته في عالم الالكترونيات وبيعيده يساعده في اعادة بناء لعبته اما جوه استفينة الفضائية فبيحاول براون يشوف اقوى شخصيات وورنور بروز الكارتونية لشان يضموهم لفريقه لكن باكز باني بيحاول يقول له يقل سقفة محاطه لان ده مش فريق مايامي هيئة الامريكي المشهور وبيعرض باكز على براون خطة احتياطية وبياخد باكز باني براون لعالم ديسيل الابطار الخارقين وبيروح لبطة وخنزير يطلب منهم يشاركوا في فريق كورتس اللي بيعملوه وبيعدي بعدها على باقي شخصيات لوني تونزي المشهورة وبياخدوهم لكن براون ما بيبقاش راضي عنهم لانهم اضعف من المطلوب على العكس من باكز باني اللي كان مقتنع بيهم جدا وبيطلب براون من باكز باني يجيب له لاعب فيه الامكانيات المطلوبة فعلا بيودي لولا باني الأرنبة المشهورة اللي كانت في الوقت ده في مسابقة حربية وبتحاول تكسبها وبيطلب منها باكز باني تنضم الفريق السلة بتاعهم لكن لولا بترفض ومجرد ما بتسمع صوت براون وباكز اللي كانوا هيقعوا في النار بتنقذهم وبتنسى المسابقة لكن الاميرة ديانا اللي اقامت المسابقة بتقمر لولا تشاركهم مسابقة السلة عشان ياخدوا حقهم من إيل جي الشرير في نفس الوقت ده كان دوم بيفرج إيل جي على لعبته منباهر بيها خصوصا لما عرف إنه يقدر يعمل مسح لأي شخص ويدخلوا جوه اللعبة بيطلب من بيت المساعد بتاعه يسرق شفرة اللعبة من وراء دوم أما براون فكان مشغول بتدريب فريق قبل المتش اللي ما كانش فيه محد شاطر في لعبة كرة السلة للولا وبيتفرج براون على طريقة لعبهم سوا وبيقولني دي مش كرة سلة نهائي لأنهم دمروا المكان ومن ناحية تانية بيحاول صديق براون يخبي عن مراته إنه مفقود لكن بتكتشف وبتعرف الحقيقة وفي الوقت ده كان إيل جي بيلعب في دماغ دوم علشان يبني شخصيته الخاصة على أعلى مستوى في لعبته وينافس والده وبيقناعه إن ده الصح علشان والده يحترم ويقدر أراءه وأفكاره وبيدي له فرصة يعمل أي تعديلات عايزها في اللعبة بدون النظر إلى أي قانون وبينشر دوم إعلان على الإنترنت بالمباراة اللي بينه وبين والده اللي هتبقى بس مباشر وبتشوف مامته الإعلان وبتقرر تتعقب تليفونه من خلال تليفونها أما براون كان بيحاول على قد ما يقدر يعلم شخصيات لوني تونز يلعبه صح ويتحكم في مشاغبتهم لشان يقدر يكسب المباراة ويرجع ابنه وبيوصل إيل جي وبيعمل عليهم تعدلات تتناسب مع اللعبة وبيفتح الباب للجمهور اللي بيلقوه بالألاف قدامهم من كل الأفلام اللي عملتها وورنر بروز بتوصل عيلة براون للمكان اللي اختفى فيه وبيحاولوا يدوروا عليه مع صديقه مالك وبيبدأ إيل جي جهز للمباراة وسط استعداد كل الناس في العالم علشان يشوفوها بيطبق فكرة دوم بيخطف الناس وبيحولهم بعد ما بيعمل لهم مسح وبيدخلهم جوه اللعبة وبتدخل عيلة براون اللعبة بعد ما بيفتحوا البس المباشر وبيحاول براون يطمنهم إنه هينقذهم لأن دي مجرد لعبة كرة سلة وهو بارع فيها وبيدخل إيل جي يعلم بداية المباراة لكن بيقول كلمة في الأول وبيفاجئ كل الموجودين إن براون لو مكسبش هيفضلوا معاه جوه الخادم أو السيرفر للأبد أما شخصيات لوني تونز هيمحيها تماما وبيتوتر كل الموجودين بما فيهم طبعا براون اللي ما كانش متفق معاه على كده وبيقدم إيل جي الفريق بتاعه الجمهور اللي كان من ضمنهم دوم وبيستغرب براون من اللي بيحصل وبيحاول إيل جي يبهر دوم فبيقول إن كل اللي موجودين دول جمع على شانه ولما بيدخل براون يفهم ابنه حقيقة إيل جي والمخطط اللي عمله وبيصدقوش دوم وبيفضل في صف إيل جي وبتطلب مرات براون منه يكسب الماتش ويرجع لهم ابنهم وبيقف الفريقين في مواجهة بعض وبتبدأ المباراة وبيستغرب براون من التعديلات اللي عملها ابنه على نفسه على اللعبة وبيقدرش فريق براون يواجه فريق دوم اللي كان متفوق عليهم وكمان بيقدم استعراض وبيسجل أهداف وبيقدر يوقع براون ملك كرة السلة على الأرض ويرضي غرور إيل جي ولما بيحاول براون يسجل هدف يتصدله ابنه كل ما بيحاول يوصل للكرة ابنه بياخدها قابله وبيحرك مكان السلة وبيعترض براون على التغيرات اللي بتحصل في اللعبة وبيعتبر ده مش قانوني ولما بيحاول تويتي الكاتكوت الأصفر يتصدى العنكبوت اللاعب المنافس بيدوسوا برجله وبيترعب باكس بوني اللي بيقول إنه بيتم سحقهم وبيتم عمل تعديلات وتبديلات وبيخرج البطة دونالد دك جراني الست العجوزة وبيدخل مكانها رود رانر أما فريق ال جي فبيدخل شخصية معدلة إلكترونيا فيها مميزات عالية في السرعة والأداء وفي الوقت البدل ضايع بيحس براون وفريقه بالخسارة اللي بتتملكهم وبتقول لهم لولا ما يستسلموش وإن لسه قدامهم فرصة فبيقولوا لها إنهم محتاجين معجزة علشان يكسبوا فبيقول لهم سلفستر واحد من الشخصيات الكارتونية إنه جاب لهم مايكل جوردن يساعدهم لكن بيكتشفوا إنه مش مايكل جوردن لعب كرة السلة المشهور وإن ده مجرد ممثل وفيه تشابه في الأسماء وبيتخانق براون مع باقي الفريق لأنهم ما سموش كلامه من الأول ووقت ما كان بيدربهم وبيفضل يقول لهم على كل الغلطات اللي عملوها من ساعة ما شافهم واستهترهم بالموضوع فبيقولوا للفريق إنهم حاولوا يعملوا اللي يعرفوه فبيقرر براون إنه هو يعمل خطة جديدة بس المرة دي مش هيبقى هو القائد وهيسيب القيادة لباكز باني وبيرجعوا للمباراة بكل حماس مرة تانية وبيبدأ الفريق كله في التعاون واستغلال ميزة كل شخصية كرتونية وبيستغرب إل جي من التغيير المفاجئ للفريق المنافس وكل ما بيسجل فريق براون نقط بيتدايق إل جي أكتر وبيبدأ قدوم يلاحظ شخصية إل جي الحقيقية والجمهور بدأ يشجع براون خصوصا لما فريقوا قلب المباراة وبدأ يستمتع وما يلعبش بالقوانين الحقيقية وبيفقد إل جي أعصابه بعدما المباراة حاولت لصارح براون وبينبهر الجمهور وعيلة براون من التغيير اللي حصل في النتيجة أما براون فبيفرح وبيشجع فريقه على العكس من إل جي اللي بيزعق للفريق كله بما فيه بدوم وبيطلب منهم يكسبوا المباراة بأي طريقة وبيفضل دوم باصس لبابا بكل حزن ولما بيتواجهه جوه المطش بيقف براون وبيتكلم مع ابنه وبيعبر له عن ندمه على طريقته معاه وبيعبر له عن حبه وبيرمي الكرة وبيتأثر كل الموجودين خصوصا لما بيوح دوم براون دوم وبيروح دوم لإل جي وبيقوله إنه هو هيلعب في فريق والده لأنه عارف حقيقته ومش هيقبل يكون معاه وبتقدم شخصيات لوني تونس تيشرت الفريق لدم وبيتحول إل جي للاعب كرة سلة وبيقرر الاندمام للمباراة وبيزيد الحماس بين الجمهور بعد دخول إل جي وتغير النتيجة لصالح براون وبيطلب براون وقت مستقطع وبيعود مع فريق اللي بيقوله إن إل جي بيغش وبيفكر دوم والده بالحركة اللي علمها له إن دي هتساعدهم يوقفوا إل جي ويكسبوا المطش وبينجح براون بمساعدة ابنه وباقي شخصيات لوني تونس بالفوز على إل جي وبيفرح كل الجمهور اللي بيرجع مرة تانية لحياة الطبيعية وبتودع شخصيات لوني تونس براون وبيرجعوا لمدينتهم وبيقرروا يكملوا فيها وما يسيبوهاش وبيفرح باكس باني بيهم وبيوحضن براون ابنه وعلته بعد رجعهم وأخيرا بيقتنع براون إنه لازم يسيب ابنه يعمل الحاجة اللي بيحبها بيقرر يوصله المعسكر ألعاب الفيديو أما دونفة بيقرر من ناحيته إنه يحتفظ بكرة السلة اللي هيلعبها في وقت فراغه وبتنتهي الحكاية الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم